موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وسندوق النقد الدولي في مراكش خلال أكتوبر المقبل هو اختيار حكيم جورجيفا قالت لدى وصولها إلى المغرب في إطار الاستعدادات الاجتماعات السنوية 23-20 لمجموعة البنك الدولي وسندوق النقد الدولي أن هذا الاختيار لا يمكن أن يكون إلا أكثر حكمة كيف تم اختيار المملكة المغربية مشاهدين لاحتضان هذا الحدث العالمي الدولي وما الذي يمكنه أن يضيف من إضافة لبلدنا المغرب أسئلة وغيرها نتطرق إليها في عدد اليوم من فقرة تضيف المساء مع الخبير الاقتصادي محمد جدري عبر قناة أينفاندكات أستاذ محمد مرحبا بك أهلا وسهلا بداية أستاذ محمد كيف تعلق على الزيارة التي تقوم بها جورجيفا إلى المغرب قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث نعتقد أن زيارة المدينة العامة للنقد الدولي تبقى زيارة عادية لماذا؟ لأن هذا حدث عالمي يجمع تقريبا واحد مجموعة دول ولكن هناك أكثر من 14 ألف مندوب الذي يجيو المغرب في إطار الإجتماعات السنوية لصنق النقد الدولي و البنك العالمي وبالتالي أن هذا الإجتماع يجي في إطار تحضيرات ضروري إن الموديل العامة يأتي قبل بشكل أبعد أشهر لنرى العلاقات مع وزارة المغربة لنعلم يسؤول المغربة لنرى هناك زيارة للمكان لحالة وهناك تفاصيل لنرى هذه الإجتماعات الثنوية لصنق النقد الدولي و البنك العالمي جورجيفا قالت أن عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب هو اختيار حكيم بخبرتك كيف يعني ذلك أستاذ محمد؟ لا بطبيعة الحال هو اختيار حكيم لماذا؟ أول حاجة أقصد نعرفها هو أن الاجتماعات السنوية تنعقدها بشكل سنوي كل سنة تنعقد في واشنطن في المقر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولكن كل ثلاث سنوات يتم الخروج من أمريكا إلى بشكل واحد دولة أخرى في إطار تدول ما بين الدول هذه مرة جاء الاختيار في إفريقيا في إفريقيا هذه الاجتماعات لم تحدثنها منذ أكثر من خمسين سنة بحيث أن أول اجتماع كان في كينيا وبالتالي اليوم في إفريقيا نصف قرن البلاد اللي فيها الاستقرار البلاد اللي فيها مجموعة من الإصلاحات اللي مهمة البلاد اللي قريبة من أوروبا البلاد اللي فيها البنية التحتية البلاد المستعدة أن تنظم البلاد اللي نجحات في تنظيم واحد مجموعة من اللقاءات الدولية والمؤتمرات الدولية للم Athlete المغربية وبالتالي كان منها صعب أن سنق النقد الدولي في بانك العالمي يفكر أن هذا هو واحد اللقاء في إفريقيا ويكون خارج من لملكة المغربية وبالتالي هذا الاختيار لا centres اكتون من Sales وأن سنق النقد الدولي والبنك الدولي تطالما أشادوا بالإصلاحات الكبرى اللي قامت بالمملكة المغربية في كل ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد صندوق المقاصة الجد الأصلاح الجبائي جد الأستثمارات هذه كلها إصلاحات اللي كتبغي أن صندوق النقد الدولي أن دول أخرى أنها تمشي في التجاه دياله وبالتالي اليوم يعني كان أمر عادي وأمر مدقي بصن المغربة لا يشكل يعني واحد إستثناء أن لإجتماعات منها تخرج من أمريكا والجهة أفريقية خصدر رجل المملكة المغربية قيمة مضافة للمغرب حال قيمة مضافة على جميع المستويات أول حاجة هو أن غيروا لي واحد الفوكوس على المغرب في 11 أكتوبر لأن 180 دولة مرة أخرى غيروا يسمعوا بالمملكة المغربية وغيروا بالمملكة المغربية هذا أمر مهم جدا الأمر الثاني هو أن الصوت المغربي هذه المرة لا تسمعش كيف لا نشاركه في أمريكا الصوت هو عادي بما أننا ننظمه هذا اللقاء بالمغرب صوت من المملكة المغربية ستسمع صوتا هو مرتفع وكذلك المغرب سيدافع أخرى عن الامتيازات وعن القرار الأفريقية هذا الأمر هو أمر مهم جدا بالمملكة المغربية بالإضافة إلى أن كنت تكلم عن 14 ألف من دول لغير جميع المملكة المغربية في 11 أسبوع هذه قيمة مضافة كذلك للسياحة المغربية لأن النقل الجوي والنقل السياحي والمطاعم والفرندي كلها يعني تكون عنده واحد حجوجات وبالتالي هذه هي قيمة مضافة بالسياحة المغربية ولكن اللي هو أهم فالشي كامل هو أن يسمع صوت المملكة المغربية وأن يسمع صوت أفريقيا التي طالما غيبة خلال السنوات الماضية هذا ما سأسأل من جانبه أستاذ محمد ما الذي يمكن أن يضيف هذا الحدث الكبير للمغرب لا هو اللي يريد أن نعرفه هو أنه هو الحاجة شنو كان ناقش في هذه الاجتماعات هذه اليوم ما في هذه الاجتماعات كان ناقش فيها الدرفية الاقتصادية اليوم ما كل شيء عبا بأننا لدينا واحد درفية الاقتصادية السيطنائية مطبوعة بآثار مسعبة مطبوعة بآثار الجائعات باتدخم العالمي تقلبات المناخية والمغرب هو واحد ضحية لتقلبات وبالتالي اليوم ما نحاول أن نسمع الصوت ديالنا باش أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إصلاحات جديدة يأخذ المعطيات بعين الاعتبار أمر آخر هو أن كذلك نناقش في هذه الاجتماعات السنوية نجاعة المساعدة تقدمها صندوق النقد الدولي كذلك مات أخرى سيكون للمكة المغربية واحد الصوت اليوم مهم باش نتكلموا على أن هذه النجاعة النجاعة دي المساعدات اللي كانت خاصة لأفريقيا وللمغرب أنها تكون أكثر نجاعتين خلال السنة لم تعد كافية هي غير كافية وكذلك ما كانت هناك واحد ارتباط بالحاجيات اللي عند القرار الأفريقي مثلا الحاجيات في التجاه هو هي تساعد في تجاهات آخر اليوم أفريقيا بحاجة لمن يساعدها في الطاقة بحاجة لمن يساعدها في البنية التحتية بحاجة لمن يساعدها في الرأس المالي البشري بحاجة لمن يساعدها في جذب الاستثمارات لأن اليوم السوق الأفريقي هي سوق كبير متوقع أنها تكون السوق الأولى خلال السنوات المقبلة وبالتالي فإن كل هذه الأمور مجتمعاتنا أنا كنتظر بأن المغرب كيفما دافع على المغرب دافع على أفريقيا في تقلبة المناخية سيدافع عمارات أخرى عليها في كل ما يتعلقه بصندق النقل الدولي البنك الدولي باش خلال السنوات المقبلة تكون المغرب منتصرا وكذلك تكون الأفريقية مستفيدة من الإصلاحات هذه هذه فرصة أيضا للمغرب كما سبق لك أستاذ محمد وأنت حدثت ربما لخلق علاقات أخرى مع الدول التي ستشارك ومع الموكل الدول العالمية التي ستشارك في هذا الحدث ربما من حيث جلب الاستثمار ونحن نعلم بأن المغرب يلعب دور كبير جدا في جلب الاستثمار صحيح صحيح هذا أمر مهم جدا يعول على الاستثمار لأن المغرب اليوم هو أول حاجة عنده واحد خطة بأن يجب الاستثمارات الخارجية وأساسا أن تكون الاستثمارات الخاصة هي تكون مهمين على الاستثمار في الملكة المغربية اليوم اللي هو مزيان في الاجتماعات هو أنه غجب عندنا واحد مندوبين مكتر من 189 دولار ومش أي مندوبين كيجو عندنا محافظين للمنوكة المركزية كيجو عندنا الوزراء للمالي ده الدول كيجو عندنا أكبر يعني رؤساء للمقاوات كيجو عندنا أعضاء من المجتمع المدني في الجنة ويبتلي يعني اليوم هذا 11 ألف مشارك لهما يعني من من الصفوة الأولى من النخبة للدول ديرهم اللي هو مزيان هو أن المغرب اليوم سيبحثوا عن شراكاء غير تقليديين يعني اليوم من السهل أنا نتكلم مع أوروبا مع أمريكا الشمالية مع بعض الدول الأسيوية ولكن هذه فرصة باش نتقلبوا على شراكاء أخرين غير تقليديين من مناطق أخرين تتكلموا مع المعاليين تتكلموا مع معدوين في أفريقيا تتكلموا معدوين في أمريكا اللاتينية تتكلموا معدوين في أوروبا الشرقية هتكون هذه فرصة مكينش فرصة أخرى أنك تقول واحد مستثمر أجنابي بأنه عندك الأرضية إلا من خيالة الطبيق من يجيو واحد تسير من راكش ويلقى بأنك يكون واحد نقل جوي ليهو مباشر أو غير مباشر كطريقة اللي هي سهلة من غير القفاندق هي مهمة من غير يسمع بأننا لدينا مالاتق صناعية ليكينا في المكان المغربية من غير يسمع لدينا واحد تأهير أسماء البشري من غير يسمع مرة أخرى على القصة النجاح دينا في الطائرات والسيارات في الفوسط من جهة الفلاحية في السياحة هذه كلها أمور تخلي واحد مجموع عمينا متسمرة أنهم يفكروا أنه جنوب المغربية وذو واحد الإستثمارات وبالتالي المغرب اليوم هي واحد أرض جدابة لإستثمارات الكافية بخلق الترواء الكافية بخلق فالشغل بسوتي الشباب المغرب وده ما يعول عليه المغرب خلال هذه السنة المقبلة على الأقل منها إلى نهاية هذه العشرية وبهذا المؤتمر أستاذ محمد ينضاف إلى المؤتمرات التي سابقا واستضافتها مدينة مراكش لنقول أنها أصبحت مدينة المؤتمرات لا مراكش اليوم أصبحت عاصمة المؤتمرات الدولية انطلاقا من المناخ مراما بالهجرة المؤتمرات المناخية اليوم كان نضيوه على صنوق النقد الدول اليوم كان العالمي اليوم ما مراكش أنا كنتظن بأن اليوم ولا أي لقاء على المستوى العالمي كيفكر في المدينة ما أننا ننضمها تدوات رياضية الكاف الفيفا كل شيء ينضم مجموعة من نقات وكذلك الأمر ما خلت ننسا هو أن اليوم أنا كنتكلم عن باب إغلي أصبح اليوم عنده واحد تجربة كبيرة في الأماكن للعروض في الأماكن للنقل للسياح حفظ الأمور هذه وبالتالي اليوم المغرب راكم واحد تجربة لأنني كنت تنضم مجموعة من المؤتمرات الكبرى ليس أي واحد يمكن أن ينفسك وبالتالي أماكن يجعل أن مراكش خلال السنوات المقبلة ممكن تنضم مؤتمرات أخرى يعني من قبيل هذه المؤتمرات لأنها تشكل قيمة الموضافة للمؤتمر المغربي لأنه يمرواج وماشي تسمع اسم المغرب كل مرة عبر وسائل الإعلام موسيقى التواصل الاجتماعي هذا هو وليك نقلبه لأن هذا الأمر هذا يريد أن نخلص عليه الفلوس وليس وحده وكياد الاتصال أو وكياد التواصل هنخلص ملايين من الدولارات باش اسم المراكش يتسمع مئات المرات وآلاف مرات في اليوم في حي أنك يجعلنا واحد فرص اللي مغربك يستغل يعني أكبر استغلال باش أنه يروج لهذا الاستقرار اللي فيه لهذه البنية التعتيية اللي عندنا لهذه الجذبية اللي عندنا لهذه القطاع الخاص اللي عندنا وذي كل أمور أنت عودة بنبع مثل هكذا أحداث الناس تسابق على يعني مشاهد الآن وليس بياد أيضا كاس العالم هذا حدث هذا حدث يجب كما قلت الاستثمار فيه وسينظم في توقيت سينظم في توقيت مهم أكتوبر طبيعة الحال هذه مؤتمرات يعني العالم ينفسوا عليها ولكن المغرب اليوم أصبح يسبق هذا الناس بواحد خطوات لماذا لأنك عندما تنظم اللقاء الأول والثاني والثالث ورابع والخمس لا يبقى شو واحد يريد أن ينظم اللقاء الأول لأنه ينفسك لماذا لأنك تجربة كبيرة وحتى تكلفة حتى منسبة التكلفة التنظيم تقل سنة بعد أخرى لأنك تكون عارف من يدخل وعارف من يدخل وبالتالي هذه الأمور تهيئة تشكل قيمة مضافة للمغربية مثلا واحد سيد ينظم اللقاء دقورة قدام تكون لغير ينظم بها اللقاء الأول وهي اللقاء الثاني لأنه يكتسب واحد تجربة اليوم المراكش ومملكة المغربية وراءه أصبحت تكتسب تجربة كبيرة في تنظيم هذه اللقاءات كبيرة أكثر من ذلك أنه اليوم مجموعة من المنظمات الدولية ومجموعة من الدول تريدون لقاء الدولو في مملكة المغربية أنا أشكرك شكرا جزيل أستاذ محمد وانتمنى إن شاء الله أن يواصل المغرب العمل على استضافة هكذا أحداث وهكذا مؤتمرات مهمة كما قلت أستاذ محمد مرحبا شكرا لك شكرا لك أستاذ محمد شكرا أيضا موصول لكل المشاهدين الكرام على طيب المتابعة وأيضا لكل زملائم خلف الكاميرات إلى اللقاء اشتركوا في القناة